وصلنا وحضراتكم مشاهديا الكرام لجولتنا في الصحافة واللي هتكون من ورانا فيها النهاردة الكاتبة الصحافية الأستاذة فريدة شباشي صباح الخير على حضرتك صباح الفل عليك وعلى كل أستاذ المشاهدين صباح الخير على حضرتك أستاذ الحريف بس ان احنا قبل ما نبدأ بقى نقول بعض العنوين ونتكلم عنها ان احنا الاول نشوف كده استعارات سريعة عن أبرز ما جاء في الصحف النهاردة وبعض العنوين منها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رجعنا لحضراتكم مرة تانية مشاهديا الكرام ولسا من وراءنا الأستاذة فريدة شباشي أكيد هنقول لحريك أهلا بحريك مرة تانية اهلا شكرا بحريك أستاذ الحريك ان احنا يبتدي مع بعض بسرعة كده أبرز العنوين من مجالة روزيليوسف عنوان مبادرات مصرية لتحقيق العدل المناخي تنطلق مع بداية القمة قبل 27 الجهود المصرية تجري على قدم الوساق ومصر حريصة على تنفيذ الوعود يعني حتى بيطلق على هذه القمة كثيرا قمة التنفيذ بالزبط كده لأن الوعود يا ما حصلت قبل كده أيوة بزبط أيوة تعليه حريك على كل هذه المجهودات وهذا الإصرار ألهام في هذا التوقيت أنا شوفي أنا شايفة الإصرار ده بيقوده كمان شباب فاهم وواعي وجاهز انه يخاطب المصريين ويفتفز وعيهم لأنه القمة دي يعني مصر النهاردة هي يعني بؤرة اهتمام العالم طبعا في حوالي مئة رئيس دولة وحكومة هيشتركوا فيه 30 مؤسسة يعني فيه حاجات كتير والشباب والكبار وشخصيات شهيرة يعني دي حاجة قمة العالم كله بينتظرها ليه لأنها بتتكلم عن حاجة عالمية مش محلية يعني المناخ ده لا يخص مصر لوحدها طبعا يخص الكرة الأرضية كلها وده اللي الرئيس السيسي نبهله في 2018 وقال إذا ما يعني ما خدناش بنا ما معناه يعني هنروح الكرة الأرضية كلها تروح ما فيش حد حينجو وأنا فيه كلمة قالها بحب دايماً أكررها أنه ما فيش ولا دولة يعني لا الغنية أوي ولا الفقيرة أوي كله هيدفع تمن تدهور المناخ وده اللي بنشوفه على أرض الواقع أنه في بلدان متقدمة جداً حصل جفاف لنهار يعني ما فيهاش بما أنه متقدمة مش هيحصل جفاف نهو لأنه المتقدمة دي ساهمت في تلويس المناخ الحقيقي يعني فيه الوقت فيه وعي وإلا بعد وإلا دي وحشة قوي يعني يا إما حنبتدي ناخد بالنا من كوكب الأرض نهو لأنه نبتعد عن الأفعال أو التصرفات أو السلوكيات اللي مثلاً نتعودين عليها أن نولع دا أو نعمل دا أو نوقف عربية وطخ طخ طخ نطلع العدم بتاعها لا فيه حاجات كتير محتاجة أن نعيد الوعي تاني وعلى فكرة مصر بدأت بقالها شوية بتنفذ الحاجات المطالب نقاء الكون وعدم تلويس المناخ فده يعني برضو فيه ناس كتير بتشيد بحكاية تحول للطاقة الخضراء والهيدروجين والكهرباء من غير يعني الحاجات الإنبعاثات اللي بتعمل الإنبعاثات كربونية وسامة دي مصر بعدت عنها وبتبتدت تبعد عنها بفضل الوعي وعي القيادة بتاعتها يعني والتنبه إلى خطورة ما يحدث بس طبعا ما نقدرش نبقى لوحدنا لازم العالم كله يبقى معني بهذا الموضوع نعم بالتأكيد طيب نروح كمان وفي الحقيقة احنا عندنا مجموعة من الأخبار متعلقة طبعا بالمناخ لأنه هو شغل الشاغل في الوقت الحالي من جريدة الأخبار عنوان أنظار العالم تتجه لشرم الشيخ لمناقشة مستقبل الأرض في قمة المناخ كب 27 حريك ذكرتي أنه طبعا الموضوع مش متعلق ببلد دون الآخر لكي العالم كله من الممكن أنه يكون متأثر نتيجة للتغيرات المناخية وفي نفس الوقت نقطة أهمة جدا حريك ذكرتيها أن مصر اتجهت وبقالها فترة لاستخدام الطاقة النظيفة والتوعية ديها برضو سؤال بقى بيطرح نفسه أهمية أنه مصر أيمى باللي عليها وبالواجب اللي عليها تجاه المناخ أهمية أن مصر تكون هي لمحتضنا هذه القمة في سرعة التنفيذ والاستجابة بالنسبة للحاضرين طبعا لأنه مصر هنا بتؤكد للعالم كله أنها غير مصر اللي كانت قبل ثورة 30 يونيو الحقيقة يعني بتوري ده إزاي؟ بتوريه بالتصرفات وبالاستعدادات على الأرض لما تشوفي أنت النهاردة شرم الشيخ الزاي ولما تشوفي السيارات الكهربائية اللي بتشتغل ولما تشوفي التشجير ولما تشوفي حتى التشجير بالنسبة لمصر كلها يعني إحنا النهاردة بدينا بنتصرف لحماية بلدنا والعالم أيضا مسامة في حماية العالم الكلام بتاع الرئيسي السيسي اتسامع ليه؟ يعني ليه اتسامع في العالم كله؟ لأنه ببساطة كلام مظبوط ما فيهش أي تحيز ما فيهش أي يعني حرف الأنظر نحية حاجة هو الحقيقة يعني أنتو يا إما تلحقوا يا ما تلحقوش والمطلب مش مطلب لنا المطلب مطلب للعالم بالضبط ما هو دي الحكاية عشان كده العالم كله تعطف معاه والعالم كله حس ان مصر بتعمل حاجة ريادية فعلا رائدة وحتى فكرة أن السيارات يبقى فيه الإحلال والتجديد وأن السيارات تبقى بالغاز والكهرباء يعني الأفكار دي كلها كلها محافظة على البيئة ومصر بتقوم بيها بالفعل بتقوم بيها وبتوعي التنين بيها يعني مصر النهاردة يعني درسة كل الوضع في أفريقيا مثلا وطلبة أن الدول الغنية اللي عندها إمكانيات تساعد الدول الأفريقية الفقيرة اللي هي ما سهمتش في حاجة تلويس المناخ بس بتعاني من أثار مبارسات الآخرين فده برضو يعني نوع من الإحساس بكل واحد يعني الحقيقة مش عايزة يعني مش مش شوف دي والله بس مصر يعني النهاردة رائدة في أكتر من مجال والحمد لله أن العالم كله بيشيد بمصر الحالية الحمد لله يعني تصل حق الإشادة الحمد لله يعني ولله الحمد طيب نروح لموضوع تاني كمان ومن اليوم السابع أو إحنا لسه في نفس الموضوع لكن نروح لعنوان آخر يعني الشباب في قلب كوب 27 وعشرين بتوجيهات رئاسية وده من اليوم السابع فكرة مشاركة الشباب وحريك ذكرتي في البداية لكن عايزين نركز أكتر على أهمية اهتمام الشباب بالحفاظ على البيئة والمشاركة في الحفاظ على البيئة أولا الشباب أنت بيتوعيه بقالك فترة بالبيئة أو بخطورة التظاهر البيئة يعني نمر اتنين ودي حاجة مهمة جدا 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 لازم كل اللي بيشوفون يعرفوها أن الرئيس السيسي بيراهن من أول لحظة على الشباب يعني الشباب عندك بقى نائب وزير نائب محافظ استعدادا من القيادة لأن ده راجل محترم وعارف أنه مستقبل مصر واستمرارها في وضعها المحترم هو أن الشباب يمسكها باش اللي بيبوتوا يعني مثلا لما يبقى حد في نهاية الرحلة هتديله حاجة طب وبعدين لا الشباب بيؤهل وبيتم يعني تدريبه على أنه يقود فالنهاردة الشباب واعي بتوجهات الدولة المصرية ولأنه واعي ولأنه مؤمن بقى فبيشتغل بالحقيقة بطريقة تدعو للإعجاب نسبة كبيرة من الشباب مشاركة في حياة كريمة بالضبط ومؤتمر الشباب كان قائم بالشباب وكان يعني ناجح جدا وبالعكس كمان ده الناس بدأت تتكلم أنه ممكن الخبرات اللي قامت بمؤتمر الشباب يبقى العالم محتاج أنه يستعين بالفن والإبداع اللي هما بيقوموا به فإعطاء الفرصة فعلا للشباب في هذه الأوينة أصبح واضح للجميع أنت بقى بتدي الفرصة للشباب بتدي الفرصة لمصر المستقبل يعني الرئيس كل ما بيتكلم بيقول إحنا بنتفكر في الجيل اللي جاي في الجيل اللي جاية يعني اللي بيتعامل النهاردة مش يعني اسمها غديني النهاردة وموتني عايشني النهاردة وموتني بكرة هو دايما بيتكلم على إن إحنا الأمسدة دي الميأسة خلاص ما تنفعش يعني للعالم إن إحنا نستمر في التفاؤل ونستمر في العمل ونؤمن بإنه أنت عشان تبني بلدك لازم سواعد الشباب تشارك فيها وتعليها يعني إحنا على فكرة لسه كنت بتكلم مع حد النهاردة الصبح يعني بقوله طب إحنا في الستينات بنينا السد العالي اللي هو إحدى مواجزات القرن العشرين القرن العشرين وأكبر مشروع إحدى أحد المواجزات الإنسانية وأكبر مشروع في القرن العشرين إحنا بس يعني ركننا كده شوية بس بنرجع تاني نستيقظ استيقظنا الحمد لله في 30 يونيو وبندفع عن بلدنا وبندفع عن مستقبل الأولاد الأجيال اللي جاية يعني نعم نعم طيب نروح لموقع القاهرة الإخبارية وعنوان فرصة لمعالجة التحدي قادة العالم ومشاهيره يشاركون في قمة المناخ كوب 27 أهمية الخضور وإن مشاهير كمان يكونوا موجودين في قمة المناخ بعيدا عن أني لا أعتقد أني ممكن يكون في حد دلوقتي مش عارف قضية المناخ ومشكلات المناخ لكن خضور مشاهير كمان غير أيضا قادة العالم أعتقد أن ده بيخلي اللي ملفتش انتباهه المشكلات اللي بيعاني منها العالم يلتفت انتباهه أكتر طبعا طبعا أصل هي القناة بتاعة القاهرة فعلا فعلا كلمة عاصمة العالم عاصمة الخبر عاصمة الخبر فعلا اسمع لمسمى لأن النهاردة انت بتعيشي كل حاجة بموضوعية وأمانة خدي بالك أنا لما أنا ليه بفقد ساعات مثلا في قنوات الوقت المشغلة ما بشوفهاش لأن عارفة أنها من المتابعاتي كل ده مزبوغ قلتلك قبل كده ربنا يدي الحركة ساحة من المتابعاتي بقى أقول ألا بيجي يقولوا كلام مش مزبوط ولكن يقولوا كلام مش مزبوط بنفقد السقة أو نص المعلومة ونص المعلومة معناها برضو مش مزبوط برضو مقصودة يعني مش سازاجة فالحقيقة النهاردة في حملة توعية رائعة بأهمية المناخ انت لما تشوفي أنا مش قادرة الوقتي ما بسيبش القناة يعني ليه وبعدين في ناس كتير عندي أصدقاء بيبعتولي على الواتس وساعات على الفيسبوك على اللية يعني خاصة يعني أن نقول لنا التردد الحمد لله بقوا يحطوا دلوقتي التردد وعرفنا وبينا نقول لهم لأ وكمان إحنا في تغطياتنا ونشاراتنا كثيرة ما بنذكر مرة أخرى التردد الخاص بالقاهرة الإخبارية واكسترالايف لأنهما برضو قنادي بالزبط اكسترالايف لسه معرفهاش هي هتشتغل إمتى دلوقتي في البث التجريبي البث التجريبي بس قناة القاهرة هيلة وكل الثواري والله العظيم الناس من أمريكا طلبوا مني التردد فده بيديك برضو احساس بالسعادة طبعا أن أنت بتقدري بإعلامك المحترم المحترم لأنه لو أنت متحيزة وبتقولي كلام دعائي بس يعني ما حدش هاسق فيك يعني وحديك بتكلمي على القاهرة الإخبارية في الحقيقة يعني يمكن من شهرين تلاتة لو كان حد قال لي أن أنا بسمع كل هذا الكلام على القاهرة الإخبارية قول كنت هشعر بالغيرة لكن إحنا مش مشاركين في مثل هذا الحدث بعيدا طبعا من أكسترا نيوز إحنا دايما فخورين بيها أوي لكن في الحقيقة افتتاح القاهرة الإخبارية كان بداية نوم عما هو قادم وكان افتتاح مشرف كلنا كنا في قمة السعادة إن بالفعل في قناة مصرية بهذا الشكل وبقت عالمية نعم يعني عالمية في الظرف يومين يا جماعة دي حاجة ما حصلتش قبل كده طبعا يعني أنت عارفة والله أنا عندي موجود الرسائل بتاع الجماعة اللي بقولك التلبيد مني التردد يعني أنا حتى فرحت اتخضيت وفرحت إنه في أمريكا وفي كندا مش التلبيد مني إن أنا أقول لهم التردد يعني ده معناها إنهم برضو بيسمعوا إن دي قناة هيلة يعني ولسه كمان القدم أفضل بإذن الله بالضبط أنا هقولك على حاجة هي الفكرة إيه الفكرة إنك أنت لما بتقولي حاجة بمصدقية هو ده الرهان الوحيد طبعا الرهان الوحيد المصدقية والحقيقة إكسترا نيوز والوقت القاهرة الاتنين أهم حاجة في يوم المصدقية يعني القيادة بتاعتهم فهمة دي كويس أوي يعني الله يخليها بردك طيب نروح لحنوان تاني وده من الدستور وكتبت ادخلوها أمينين مصر جاهزة لاستقبال ضيوف قمة المناخ في شرم الشيخ رسالة عن الأمن والأمان واللي العالم كله أيضا بيشيد بيها ومصر كانت من ضمن الدول إن ما كانتش هي مصر هي الرائدة طبعا فإن هي بتحذر العالم كله من أنه لابد من الحفاظ على الأمن في الدول ولابد من التعاون كمان اليوم مصر معروفة إن هي من أكثر الدول أمانا طبعا الحمد لله الحمد لله يعني أنا مثلا بفكر في اللي زي يعني أنا كنت بخافة أطلع من البيت النهاردة يعني بتمشي وبتتكلمي وبتروحي طبعا فيه لسه اللي بيجعجعوا ويتقيقوا الكلام الفاضي بتاحهم ومش قادرين يعرفوا إن إحنا ما اشتقناش للأيام السودة يعني يعني والله مش هنشتاء وبعدين مش قادرين يعرفوا إن إنتوا جربتوا وكان معاكوا كل حاجة وفشلتوا حلوا عندنا بقى يعني بعيدوا عندنا ويسيبونا إحنا بالتكمل هو فعلا صعب إن حد يشتاء للأيام دي يعني ده مش طبيعي ما عندهمش ما فيش إنتي عارف أنا النهاردة لما أمشي ألاقي لسه وأنا جاية دلوقتي على المدينة الطريق بقى واسع يعني بحيث إنه يبقى فيه صعب جدا يبقى فيه زي الأول تكدس كده لأن ده برضو مضر للبيئة شوفي الدولة دي حاليا دولة الجمهورية الجديدة زي ما نقول هي فعلا جمهورية جديدة لأنها فعلا بتعمل كل حاجة وفق المعايير الكل ناحية الوطنية والأخلاقية والمهنية كمان أنت لما تشوفي التمجيد النهاردة للصناعات والاشتراك الشباب في الصناعات وتشجعهم في المشروعات الصغيرة والمشروعات الكبيرة والمتوسطة وإلى آخره كل ده بيخليكي حسي أن احنا ميلاد دولة تانية خالص بدأت تحظى بشكل مفهوم ومحسوس جدا باحترام العالم كله وتقديره لهذا يعني هو في حاجة يمكن تكون برا الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه لكنه هارك بالتكلم على الجمهورية الجديدة في حاجة يمكن ما كانتش بتيجي على البال في السابق وده السيطة الرئيس كثيرا ما بيهتم بيها وقالها بشكل واضح عايز عين المواطن المصري تاخد على الشكل المتخضر الجملي بالزبط الموضوع أن يبقى فيه إيجاد فرص عملي يبقى فيه استثمارات يبقى فيه فعلا حفاظ على المناخ والبيئة وكمان حتى فيه المناطق الجديدة أن لازم يبقى عين المواطن المصري وعين الطفل اللي بعد كده هيبقى هو المسؤول يبقى واخد على أين الشكل جميل بالزبط كده هو ده يعني هو أن احنا يعني التردي اللي كان موجود قبل كده والمناظر اللي شفناها كانت الحقيقة مفزعة ولا تليق بمصر نعم فإن إحنا النهاردة نلاقي شباب بدأ يفكر بقى مش يعني التواكل اللهبل أنت لا أنت تنام ورزقك هيجيلك المائدة هتجيلك لغاية السرير لا مش كده ربنا قال قل عملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هو ده الشعار بتاعنا النهاردة وبتاع قيادتنا فعشان كده فيه توطين الصناعة فيه التوسع في إشراك الشباب في كل حاجة الشباب مش بعيد ما فيش حاجة بيعملها الرئيس السيسي والشباب بعيد عنها نعم كل حاجة هو الشباب فيها مع الوضع في الاعتبار أنه بيتم الاهتمام بكل المراحل العمرية يعني الشباب يمكن كان بيبقى في جنب شوية في مرحلة من المراحل دلوقتي يبقى من ضمن الاهتمامات الكبرى لكن كمان وحديك بتتكلمي على الجمهورية الجديدة لازم نذكر فكرة التمكين الاقتصادي وأن حتى اللي مش عارف يعمل مشروع ممكن أنه يتوجه للمراكز المختلفة تقول لهم أنتوا ممكن تعملوا المشروع الفلاني ممكن تعملوا كذا ممكن تعلموا كمان يعمل المشروع ده إزاي؟ طبعا هو هي دي هو ده والشباب ليه بيسق في القيادة لأنه شايف أنها بتشتغل عشانه يعني القيادة دي بتشتغل لخدمة مصر والمصريين للمواطنة يعني زي ما بنقول تحيا مصر غير ما بنقول طز في مصر ولو في مصر يعني لا يعني احنا عايزين بنفترجع دلوقتي شعورنا وانتماءنا الوطني الحقيقي والمحترم واللي هو هيسعد بمصر إلى عنان السماء يعني زي ما قال الرئيس هي أم الدنيا وحتبقى قد الدنيا فعلا أنا متأكدة أنها هتبقى قد الدنيا إن شاء الله بإذن الله طيب نروح كمان للدستور وبنقرأ منها رئيس الوزراء المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بتعتبر ترجمة حقيقية لقمة المناخ طبعا هذه المبادرة مبادرة همة جدا وفي نفس الوقت تكون أن يبقى يتم اختيار مشروع من عدد من المحافظات يعني ما يبقاش كل المشروعات من محافظة وحدة طبعا ده موضوع مهم جدا وامول فطل الانتقال طبعا وكويس إن فيه متابعة يعني أنت في الجمهورية الجديدة الوقت بتشوف المسؤولين بيتابعوا يعني أنت بتشوف غير بقى أن الرئيس طبعا ما بينامش كل يوم في المشروع ويتابع لكن فيه الدكتور مصطفى مدبولي الوقت مثلا بالنسبة للمحافظات عارف المحافظة دي بتعمل إيه والمحافظة دي وبيتابع هي دي يعني كل محافظة عندها الخصوصية بتاعتها يعني فيه مثلا المحافظات اللي بتبقى الحاجات اليدوية الحرف اليدوية فيها والسجاجي دي يعني الحاجات دي وفيه اللي بيبقى مكن وفيه اللي بيبقى سيارات وفيه اللي بيبقى إلكترونيات يعني فيه كل حاجة دلوقتي كل حاجة دلوقتي إحنا بنحاول نصنعها ده جنب بقى إن فيه توسع في الزراعة علشان نقدر يبقى عندنا اكتفاق ذاتي وهو ده اللي بيخلي الإنسان قوي الاكتفاق الذاتي إنك أنت عندك كل حاجة بتاعتك تقريبا ذاتية اكتفاق بتكفيكي وفوق ده كله كمان إنك أنت بتنتجي ما يؤهلك يعني إنتاج محترم ومشرف تقدري تصدريه وبتجيبي عملة صعبة تجيبي بيها حاجات اللي نقصاكي كل ده يعني وإحنا كمان بنتكلم على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وبنتكلم على إن مشروعات مختلفة من محافظات مختلفة فكان التعليق الأول في إن كل مشروع متعلق بالبيئة اللي هو خارج منها وكيفية الحفاظ على المناخ داخل هذه المحافظة بالضبط هو ده هي دي أنت عارفة لما الحاجات تقوم على دراسة وعية ودراسة حقيقية وموضوعية بتجيب نتيجة لكن لما يبقى حاجات كده عشوائية يلا روح أعمل كذا لأ يعني أنت النهاردة بتأهلي كمان الشباب وبتأهلي المرأة المصرية المعيلة واللي هي أو اللي تقدر بتشتغل مثلا في حاجات مشروعات صغيرة ومشروعات أنا دايماً أدرب مثلا بالصين الصين لما كانت لسه بتنهض واحدة كنا تقريبا نفس المستوى معاها كانت بتخلي ستات اللي قاعدة في البيت تجيب لها مكنة وتشغلها تشتغل عليها تجيب لها مثلا حاجة يعني حتى في البيت يعني اتقط الإنسان ما يصحش يبقى خامل ويبقى نايم ويبقى عايز حد يخدمه لا أنا أخدم نفسي هو ده قانون الطبيعة كده يبقى وجودي لي دور مهم لازم لازم يبقى وجودي لي دور لأنه لو مالوش دور أصبح حمل بدل ما يكون يعني بيساعد أصبح حمل طيب نروح للوطن وعنوان آخر طريق كب 27 مفروش بالمبادرات الخضراء والمبادرات الخضراء لا تدهي في مصر بالضبط كله النهاردة شوفي كنا بنقول دلوقتي المصانع اللي بتتبني دلوقتي بتتبني على أشس احترام المناخ مثلا التشجير الوقود اللي هو الوقود الغير دار يعني مثلا بنزين والسولر والحاجات دي بتبتدي بقى شوية بشوية تتريكن وعندك بقى السيارات الكهربائية يعني في حاجات كتير لأنه مفيش حل تاني يعني ملناش حل لاستمرار حياتنا وحياة الكوكب إلا اعتماد المعيير دي اللي هي بتحافظ على البيئة وبتحافظ على المناخ وبتحافظ على الإنسان لأنه شوفي انت الأمراض اللي بتنجم عن التلوث البيئة يعني فضيعة في كل حتة على فكرة نعم طب ولما نبقى كلنا مرضى مين اللي هيخدم مين اللي هي نعم لا بإذن الله ان شاء الله ما يبقاش فيه أمراض ويا رب بالتأكيد العالم كله أنظره منتجها إلى قمة المناخ قب 27 أستاذة فريدة شباشي جزيل شكر على حضور حضرتك وهذه الجولة الصحفية نورتين شكر شكرا